من أين جاء علم التجويد وكيف نشأ وما علاقة علم التجويد بعلوم اللغة العربية وكيف يؤدي تغيير الألفاظ إلى تغيير المعاني وما هي الإسهامات الكبيرة التي قدمها علماؤنا الأوائل في علم التجويد وفي علوم اللغة العربية كل هذه العنوين وغيرها هي موضوع حلقتنا الأولى من برنامج الشرح الميسر لمنظومة المقدمة الجزرية مع كتاب التجويد المصور فبقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد إخواني الكرام لمن يشاهدنا للمرة الأولى معكم أخوكم رواد أحمد بدران قبل أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة التي طرحناها في بداية الحلقة دعوني أعطيكم لمحة مختصرة عن برنامجنا هذا البرنامج المبارك الشرح الميسر لمنظومة المقدمة الجزرية مع كتاب التجويد المصور فإخواني الكرام بحمد الله سبحانه وتعالى انتهينا من التحضير لمعظم الحلقات في هذا البرنامج وقد استغرق التحضير والعمل على هذا البرنامج ما يقرب من خمسة أشهر من إعداد للحلقات وإعداد للرسومات التوضيحية والتصاميم وغيرها فلله الحمد والمنة وقد اعتمدنا إخواني الكرام في هذا الشرح المبارك على عدد من المصادر أولا دروس ومحاضرات الشيخ الدكتور أيمن رشد سويد حفظه الله ثانيا شرح المنظومة الجزرية للعلامة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله ثالثا شرح الجزرية للشيخ عبد القادر بن عبد الكريم العثمان حفظه الله ورابعا وأخيرا كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ إخواني الكرام أود أن أذكركم بالضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل حتى تصلكم كل حلقاتنا تباعا وشاركوا هذه الدروس مع من ترونه مهتما بهذا المحتوى أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لأقوم طريق نعلم إخواننا الكرام أن الله عز وجل أنزل القرآن العظيم على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل خمسة عشر قرنا تقريبا بلسان عربي مبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولسانه عربي والقوم الذين أرسل إليهم في أول الأمر هم العرب الذين جاوروه وإن كانت رسالته عامة للبشرية كلها فنزل القرآن العظيم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ولما كانت الطبقة الأولى التي حول النبي صلى الله عليه وسلم هم مثله عرب أقحاح فإنهم لم يكونوا بحاجة إلى من يعلمهم كيف تنطق حروف القرآن الكريم وكيف تتلى كلماته لأنها لغتهم وفطرتهم وهم يعرفونها بالطبع والسليقة لكن الأمر تغير بعد دخول غير العرب في الإسلام والتساع رقعته ولله الحمد حتى بدأت تشمل شعوبا أخرى غير العرب فهنا بدأت تحدث بعض الإشكالات وسبب هذه الإشكالات هو أن بعض الحروف العربية قد لا تكون موجودة في لغة بعض الشعوب المجاورة للعرب والتي دخل أفرادها في الإسلام فمثلا بعض اللغات لا يوجد فيها حرف الحا فماذا يفعل الإنسان الذي ليس في لغته هذا الحرف إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم وفي القرآن حاء كقول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم فقد يغير هذا الحرف إلى أقرب حرف يألفه فقد تجد بعض إخواننا غير العرب يقرأوا قول الله تبارك وتعالى فيقول الرحمن الرحيم فيجد أن الهاء أسهل حرف يمكن أن يقلب الحاء إليها ولعل شعوبا أخرى تجد أن الخاء أسهل عليها فتجد أحدهم يقول الرحمن الرحيم فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح ولو ترك الأمر كذلك منذ ذلك الزمان المبكر لضاع القرآن الكريم إذ ستتداوله ألسنة شتى من بلاد مختلفة ومن شعوب متعددة لذلك تنبه لهذا الأمر في البداية ساداتنا الصحابة بعد العهد النبوي في زمن الفتوحات وتنبه إليه أيضا جيل التابعين وبدأ الأمر لما طلب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أبي الأسود الدؤالي أن يضع على القرآن المكتوب علامات يتبعها الناس فكما نعلم إخواني الكرام أن لغة العرب مبنية على شيء اسمه الإعراب والإعراب معناه تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة فمثلا نحن نقول يقول الله فنجد أن لفظ الجلالة فوقه ضمه ونقول إن الله فنجد أن لفظ الجلالة فوقه فتحه ونقول أيضا أفي الله شك فنجد أن لفظ الجلالة آخره كسرة فهذا يسميه العلماء الإعراب والذي هو كما ذكرنا تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة وهذا الأمر كان يتعلمه العربي الفصيح بالفطرة في بيت أمه وأبيه ولكن غير العربي عندما يريد أن يتكلم بلغة العرب فإنه يخلط بين الفتحة والضمة والكسرة وقد يخاطب المذكر مؤنثا والمؤنث مذكرا لأنه لم يعتد على ذلك ومن هنا نشأت الخطورة وخيف على القرآن العظيم من أن تتغير بعض كلماته بسبب ألسنة غير العربي الذين دخلوا في الإسلام من هنا قام سيدنا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى بوضع علامات للفتحة والضمة والكسرة وكذلك وضع الإمام الفراهدي رحمه الله وصفا للحروف العربية إذ أن علماءنا أيها الإخوة نظروا إلى القرآن العظيم على أنه كل متكامل القرآن العظيم كل متكامل فيتألف القرآن العظيم من سور مئة وأربع عشرة سورة والسورة تتألف من آيات والآية في أغلب الأحيان تتألف من جمل والجملة تتألف من كلمات والكلمة تتألف من حروف ومن هنا توجهت عناية علمائنا إلى حروف القرآن العظيم لأن من عرف حروف القرآن حرفا حرفا وأتقنها من حيث مكان خروجها وهو ما يعرف عند العلماء بمخارج الحروف وأيضا عرفها من حيث صفاتها عند الخروج كيف كانت العرب تنطق هذه الحروف في زمن النبوة لأنهم هم الذين خوطبوا بالقرآن العظيم أصالة وخوطبنا نحن به تبعا فليس لنا أن نغير في تلاوة حروفه لأن تغيير المبنى يعني الحروف يؤدي إلى تغيير المعنى فمثلا إخواني الكرام لو نظرنا إلى الماء في هذا الكأس فنجد أن الماء قد تشكل بشكل الكأس ولو غيرنا هذا الكأس بكأس أخرى ذات شكل آخر لتغير شكل هذا الماء إلى شكل الكأس الأخرى فشبه علماؤنا رحمهم الله اللفظ بالكأس والمعنى المربوط والمناط بهذا اللفظ شبهوه بالسائل الذي هو ضمن الكأس أنا أقول عسى هذا فعل للترجي قال الله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم ولو فخمت السين قليلا فقلت عصى حيث صارت السين صادا فتغير اللفظ ولما تغير اللفظ تغير المعنى المنوط بهذا اللفظ فكلمة عصى في لغة العرب قد تكون اسما وقد تكون فعلا فإن كانت اسما فهي الأداة التي يتوكأ الإنسان عليها قال الله تعالى على لسان موسى هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وإن كانت كلمة عصى فعلا فهي فعل ماض بمعنى خالف عصى يعصي أي خالف يخالف قال تعالى وعصى آدم ربه فغوا إذن لاحظنا إخواني الكرام أن مجرد تفخيم قليل لحرف من حروف اللغة العربية غير لفظه وإذا تغير اللفظ تغير المعنى من هنا سهر علماؤنا جزاهم الله خيرا وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وما ماثله من أئمتنا الأفذاذ سهروا على استنباط نطق حروف اللغة العربية فصاروا يتأملون كيف تنطق العرب الحروف فيقولون مثلا با أب بو فكتبوا الباء من الشفتين مثلا أ أو إ أ هكذا فكتبوا الهمزة من أقصى الحلق ومثلا أش شا شو شي فكتبوا الشين من وسط اللسان وهكذا سبروا الحروف العربية حرفا حرفا وضبطوا لنا مخارج تلك الحروف وبينوا لنا أماكن خروجها وبعد أن فعلوا ذلك لاحظوا أن هذا الأمر وحده لا يكفي لأنهم سمعوا من بعض غير العرب من يقول هكذا بسم الله الرحمن الرحيم لاحظوا بسم الله الرحمن الرحيم والعرب لا تنطق هذا الحرف العرب لا تقول بي فإذا نطق أمامنا إنسان فقال بسم الله الرحمن الرحيم هل نقول له أخرج الباء من الشفتين هو بالفعل أخرج الباء من الشفتين المخرج صحيح ولكن الذي هو غير صحيح هو صفة هذه الباء عندما نطقها هذا الإنسان فكما نعلم بأن العرب تنطق الباء مجهورة فيقولون هكذا ب ب ب لاحظوا ب ب ب ولا يقولون ب ب ب هكذا فليس في لغة العرب هذا الحرف لا يوجد في لغة العرب أبدا ب لذلك إخواني الكرام لا تكفي معرفة مخرج الحرف ولا بد أيضا من معرفة صفته عند نطقه بمعنى كيف كانت العرب في زمن النبوة تنطق هذا الحرف فمثلا لو قال إنسان هكذا قال ر بالتقيق قال الرحمن الرحيم المخرج صحيح لكن العرب لا تقول أبدا الرحمن الرحيم ب بالتقيق بل يقولونها مفخمة يقولون هكذا الرحمن الرحيم وهكذا ينطق العربي ر فما هو الفرق بين الرأي المفخمة والرأي المرققة ليس الفرق بينهما إخواني الكرام في مكان الخروج أي في مخرج الحرف إنما الفرق بينهما في صفة الخروج ومن هنا أيضا عمل علماؤنا جزاهم الله عننا خيرا على ضبط صفات الحروف القرآنية فجلسوا يتأملون حروف القرآن الكريم حرفا حرفا وينظرون هل هذا الحرف مفخم أم مرقق هل هذا الحرف منفتح أم مطبق هل هذا الحرف مستعل أم مستفل هل هو مهموس أم مجهور إلى أن وضعوا لنا ضوابط وقواعد من خلالها نستطيع أن نقرأ القرآن العظيم صحيحا كما أنزل وننقل هذه التلاوة الصحيحة جيلا بعد جيل من غير أن يتغير شيء من أصوات القرآن الكريم إذن إخواني الكرام هكذا بدأ ساداتنا العلماء في فترة زمنية مبكرة في وضع ضوابط تضبط لنا حروف اللغة العربية من حيث أماكن خروجها ومن حيث صفة خروجها سواء كانت هذه الحروف مفردة أو مجتمعة وهذا الكلام الذي كان يكتبه علماؤنا كانوا يذكرونه في آخر كتب النحو والصرف يعني لو فتحنا كتب النحو والصرف ككتاب سيباويه أو ألفية بن مالك وشروحها فإننا نجد في آخرها حديثا عن مخارج الحروف العربية وعن صفاتها وعن همس وجهر وعن تفش وقلقلة وعن روم وإشمام وغير ذلك كل هذا هو أبحاث اللغوية كان علماؤنا يذكرونها في آخر كتب النحو ولكن لما اشتدت الحاجة إلى هذه المعلومات لتلاوة القرآن الكريم فإن علماءنا جزاهم الله خيرا استلوا تلك المعلومات من كتب النحو والصرف وأفردوها بالتأليف فبدأ يظهر لدينا مؤلفات فيها أبحاث تتعلق بأحكام تلاوة القرآن الكريم من حيث أماكن خروج حروفه وصفاتها مفردة ومجتمعة فبدأ ينشأ عندنا شيء اسمه علم التجويد فعلم التجويد إخواني الكرام هو فرع من فروع النحو والصرف وهو فرع من فروع علوم اللغة العربية لماذا؟ لأن كل أبحاثه تدور حول حروف اللغة العربية وأماكن خروجها وصفة خروجها ولكنه أفرد بالتأليف لحاجة تالي القرآن الكريم إلى معرفة هذه الأحكام تماما كعلم المواريث كلنا يسمع إخواني الكرام بأنه هناك شيء اسمه علم المواريث وهو الذي يسمى أيضا علم الفرائض وما هو إلا باب من أبواب الفقه عندنا في الشريعة الإسلامية ففي الشريعة الإسلامية إخواني الكرام عندنا ولله الحمد علم ضخم اسمه علم الفقه الإسلامي وله شعبتان فقه العبادات وفقه المعاملات ففي فقه المعاملات هناك عندنا باب كبير يسمى كتاب الفرائض يذكر فيه إذا مات الميت وترك تركة كم يأخذ كل واحد من أفراد أسرته ولحاجة الناس إلى هذا الموضوع فإن هذه المعلومات أخذت من علم الفقه وأفردت بالتأليف نظما ونثرا وشرحا فنشأ عندنا علم جديد سماه الناس علم المواريث وهو في الحقيقة باب من أبواب الفقه الإسلامي كذلك شأن علم التجويد وهو عبارة عن قواعد استنبطها علماؤنا من التلاوة النبوية ومن كلام العربي في زمن النبوة كثر التأليف فيه قديما من أئمة عظام حيث نظم فيه أبو مزاح من الخاقاني رحمه الله ونظم فيه أيضا علم الدين علي بن عبد الصمد السخوي رحمه الله وهو تلميذ الإمام الشاطبي ألف فيه أيضا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي وألف فيه أيضا الإمام أبو عمر عثمان بن سعيد الداني وكذلك ألف فيه الإمام عبد الوهابي القرطبي وغيرهم إلى أن جاء في منتصف القرن الثامن الهجري في عام سبعمائة وواحد وخمسين هجرية ولد الإمام محمد بن الجزري الدمشقي رحمه الله ونشأ هذا الشاب وتعلم وتعلق قلبه بالقرآن العظيم وعلومه وكان أعجوبة الزمان في إقباله على كتاب الله عز وجل تعلما وتعليما فدار وطاف البلاد واتصل بالعلماء والقراء الأئمة وتلقى عنهم القرآن وعلومه واستوعب المسائل فلما صار ناضجا تماما أمسك القلم وبدأ يؤلف لنا مؤلفات نافعة كما سنعرف من سيرته رحمه الله تعالى وكما سندرس من مؤلفاته هذه منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه فانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته